سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة للكافرين ليس له دافع ليس له مانع يمنعه من الله ذي المعارج من الله ذي العلو والجلال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة من سن الدنيا وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة فاصبر صبرا جميلا فاصبر أيها الرسول على استهزائهم واستعجالهم العذاب صبرا لا جزع فيه ولا شكوى منه إلى غير الله إنهم يرونه بعيدا إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع ونراه قريبا ونحن نراه واقعا قريبا لا محالة يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت وتكون الجبال كالعهم وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذرته الريح ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لأن كل واحد منهما مشغول بنفسه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يرونهم ويعرفونهم ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا يتمنى الكافر لو يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأبنائه وصاحبته وأخيه وزوجه وأخيه وفصيلته التي تؤويه وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها في القرابة ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو من عذاب الله كلا إنها لضاء ليس الأمر كما تتمناه أيها الكافر من الافتداء إنها جهنم تتلضى نارها وتلتهب نزاعة للشواء تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف البدن تدعو من أدبر وتولى تنادي من أعرض عن الحق في الدنيا وترك طاعة الله ورسوله وجمع فأوعى وجمع المال فوضعه في خزائنه ولم يؤد حق الله فيه إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان جبل على الجزع وشدة الحرص إذا مسه الشر جزوعا إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجزع والأسى وإذا مسه الخير منوعا وإذا أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك إلا المصلين إلا المقيمين للصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون الذين يحافظون على أدائها في جميع الأوقات ولا يشغلهم عنها شاغل والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة للسائل والمحروم لمن يسألهم المعونة ولمن يتعفف عن سؤالها والذين يصدقون بيوم الدين والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم خائفون من عذاب الله إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرم الله عليهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم وإمائهم فإنهم غير مؤاخذين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم حافظون لأمانات الله وأمانات العباد وحافظون لعهودهم مع الله تعالى ومع العباد والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين يؤدون شهاداتهم بالحق دون تغيير أو كتمان والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يخلون بشيء من واجباتها أولئك في جنات مكرمون أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة مستقرون في جنات النعيم مكرمون فيها بكل أنواع التكريم فما للذين كفروا قبلك مهطعين فأي دافع دفع هؤلاء الكفرة إلى أن يسيروا نحوك أيها الرسول مسرعين وقد مدوا أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك عن اليمين وعن الشمال عزين يتجمعون عن يمينك وعن شمالك حلقا متعددة وجماعات متفرقة يتحدثون ويتعجبون أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفار أن يدخله الله جنة كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ليس الأمر كما يطمعون فإنهم لا يدخلونها أبدا إنا خلقناهم مما يعلمون مما إن مهين كغيرهم فلم يؤمنوا فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أقسم تعالى بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب لما فيها من الآيات الباهرات الدالة على البعث إنا لقادرون قدرة تامة على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نستبدل بهم قوما أفضل منهم وأطوع لله وما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نأتي بقوم آخرين خير منهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون لكن سبق في علمنا ومشيئتنا تأخير عقوبة هؤلاء الكفار وعدم تبديلهم بقوم آخرين فاتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من القبور مسرعين كما كانوا في الدنيا يذهبون إلى آلهتهم التي اختلقوها للعبادة من دون الله يهرولون ويسرعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذليلة أبصارهم منكسرة إلى الأرض تغشاهم الحقارة والمهانة ذلك هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا وكانوا به يهزؤون ويكذبون ترجمة نانسي قنقر